السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله خوتي خوتي تلقاكم بألف خير وفي صحة وعافية إن شاء الله بحول الله أعود إلى موضوع أسامة العجمي المتهم في حساب حمزة مونبيبي والمتهم الرئيسي والمسير لهذا الحساب تحت إدارة باطمة دنيا باطمة وأخواتها وهنا أؤكد أن أسامة العجمي كان يدير هذا الحساب تحت الإشراف هذا العصاب ورطاتهم سعيد الشعراف فهذا الحساب ودعاتهم وهنا فين حصلوا كاملين وإن شاء الله نالوا العقاب دياله وكانت أن دنيا باطمة ما تلقاتها هي ذيك اللعقاب دياله اللي كتستحق كما سمعنا مؤخرا يعني الخرج الإعلامية اللي خرجت بها سعيد الشعراف على أساس الأوديوهات لخرج بهم وسامة العجمي وأكد بأن ذيك يعني ذيك الأوديوهات كي يخص سعيد الشعراف على أساس بش يورطها تهيا في هذا الحساب ويدخلها للسجن وهناك نشوفوه سعيد الشعراف كان دكية دكية بزبزب لأنه عقلها ومسجلة جميع يعني ذيك المقالات اللي كان دار ما بين وسامة العجمي وسعيد الشعراف لأؤكد أن سعيد الشعراف هذا الأوديو يعني جاء بعد ما كان مسألة هذه الحساب دياله الحساب يعني يتصل بهذاك أساس أعجمي ومقال بأنه ممكن نرجع لك الحساب دياله ديالك وهنا في كانت عملت ثقة تامة لهذا أساس أعجمي قام باش خلات سعيد الشعراف ترسله الباسبور جواز صفر ديالها لأخذ صورة ديالها والعنوان وهذا كامل يعني فكرة الجهنمية دي الباطمة باش ينشروا لها تصور ديالها والمعلومات ديالها كاملين في الإنستغرام وفي مواقع التواصل الاجتماعي وهي ما كانش كتدري هاتشي كامل حتى لقات هاتشي كامل في هاد مواقع وتصدمت وكانت صدمة كبيرة كبيرة وما كانش عارفة بأنه هاد الحساب حمزة من بيبي كانت متاملة لهاد مجموعة ديال دنيا باطمة إلا بعد ما اكتشفت فهد حوار أنها كانت أو كانوا كي السخروا منها هي سيمو بالبشير فهد حوار هنا في مدينة الدار البيضاء ونعتها بشتى أنواع يعني حاشكم بالبقار وما إلى ذلك هنا في كانت تضمات هنا في كانت نقطة اللي فاضت وقامت يعني بإرسال شكاية لدى الوكيل مالك بمدينة مراكش كما نذكر أن أستاذ مديمي حتى هو يعني رئيس حقوق الإنسان حقوق الإنسان أنه قام برفعة الشكاية واللوجو الشكايات وهنا في بدأت الحكاية وهنا في بدأت القصة والرواية بش بدأت قبط المتهمين كما قلتم أخرا البيضاء عسين مظاهر يعني وسكين غلامور اللي كانوا هدو كان قولهم إلا بياضق أنهم يعني كانوا يتمولوا عن طريق هذا العصابة أموال طائلة طائلة ودور الأسامة العجمي اللي حتى هو تعتقل بعد ما اكتشفوا القادي الأموال اللي كان كيتسلمها وأنها ما كانش خدام ولقام أنها عدوا 37 مليون بعد ما طرح لي الأسئلة وقالوا أنها 37 مليون من يجد بقى يدخل ويخرج في الهضرة وهناك ألقوا أن ذاك المحامية محامية أسامة العجمي خرجت بواحد الحوار وكتأكد فيه أنه هاد أسامة بارئ جميع التهم وكيف يمكن أن القضاء يبر هاد سيد هاد هاكر لي تلاعب يعني بالحسابات دل آآ الناس بما في دلك آآ سعيد الشارع وجميع الدلائل والحوجج ضده والجهد المحامية وتأكد بأن موكلها بارئ من جميع التهم المنسوبة إليه وهنا آآ كانت تحكم يعني المحكمة آآ بسانتان سجنا لكل من أسامة وغلامور وسيم وظاهر والبقية ما زال تأتي آآ لأن هناك المحاكمة في الأيام القليلة القليلة القادمة سوف يتيم محاكمة عيشة عياش ولي كانت جايبة مع الدلائل ضد دنيا باطمة اللي غد تمكن تهيئ من الاعتقال كما أصدر قادي التحقيق حكما وتعويض مادي لكل من سائد الشرف عشرة المليون مبلغ مادي والأستاذ المديمي لتوى أرات المليون ومستطمة ماهر اللي غي يعني تعويض المادي دياله عشرة المليون وهنا يعني المحكامة غادية في ما صار الصحيح لحكم على هاد المجموعة لأن هاد المجموعة مازال هناك ضحايا كثار 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 بالزيف والملف لموضوع أمام مقادة التحقيق ما زال كي يعين هاد الملفات والشكاوي لكل ضحية وذيك المبالغ اللي غتكون في الحكم اللي غتصدر كتعويض لجميع ضحايا ممكننا قولوا هذا انصاف انصاف لهم كتعويض مادي عن ضرر للحقهم وإن شاء الله يكون واحد الحكم صادر وعلني وما بغناش غير ذيك الحكم يعني يستجنوا لا ما نستجد ذيك الحكم يعني المادي باش يستبدوا هاد ضحايا لأنهم كانوا عانوا وعانوا بزا بزا في الحياة ديالهم وتمكنوا من من هاد التعويض ان شاء الله بحول الله واعود لأذكر ان هاد الحساب لي قاموا به هاد العصابة فهو مازال ساري المفعول وهناك عصابة خارج ارض الوطن كنتحكم فيه هناك كما نقوله النقافات لها الدنيا باطمة فهو كيتحكموا في هاد هاد الحساب و بشي بينوا حقائق ان هذا غير ظلم وعدوان لهاد العصابة وأنهم ابرياء وبالاخص كيركزوا هاد دنيا باطمة انها بارئة من هاد شي كامل و شي كامل ملفق لها ولكن دلائل جاية ان شاء الله بحول الله في الايام قليلة الماضية من طرف عائشة عياش لصدر مذكرة البحث الدولية من اجل القبض عليها وبالفعل امارات دولة الامارات قام بتسليم هاد السيدة قصداء الحكم عليها في مدينة مراكش ويمقال يا اخوتي نقول الا هذه التحية كبيرة يعني القضاء المغربي لي لشنا اول مرة يقوم بالواجب دياله اول مرة يعني قام بنشر جميع الحقائق بهاد الحساب وما كان حتى شي يعني وساطة باش يتحرب اي واحد من هاد الحكم الا دنيا باطمة اللي كانت حاولت باش تقوم مراوغة والدفاع النفس ديالها بدك المال ديالها ولكن المحكمة المغربية قامت بالواجب ديالها ووقيتت بان الجميع سوف يحكم في هاد في هاد القاضية لان القاضية خلقت مشكل كبير 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 بزيف بزيف لانه خلق واحد المشكل ديال واحد القاضي اللي كان تبع الملف وللأسف انا متحر متحر وخلى ديال الملف متابع وهناك ينمازل كيدير تحريات يعرف الاسباب وراء هامتحار لان هاد المسألة ولد خطيرة خطيرة جدا جدا من شاء الله يتمكنوا من القبض على الجامع واشي اللي كانت منه لانها نطيقة كبيرة كبيرة في المحكامة ديالنا وفي قضاء المغربي ترجمة نانسي قنقر